أهلا بكم إلى ملفات إذن القمة العربية السادسة والعشرون أنهت أعمالها في منتج عشر من الشيخ بحضور أكثر من عشرين زعيما عربيا وكانت الأزمة اليمنية مسيطرة على مجمل أحداث القمة أولا من خلال وقوف القادة العرب بأغلبيتهم مع عملية عاصفة الحزم وثانيا أن الأزمة في اليمن حضت الرؤساء على استشعار الخطر الذي بات يحق جميع البلدان العربية وبالتالي ضرورة الاستفاف ضمن قوة عربية مشتركة القمة أيضا أشارت إلى دعم الموقف الفلسطيني في عملية السلام وطالبت بوقف حظر الأسلحة على الجيش الليبي برفض قطري وجزائري وكذلك طالبت وبالإجماع الوقوف مع الحكومة العراقية في تصديها للإرهاب المتمثل بتنظيم داعش القمة العربية السادسة والعشرون في هذا التقرير بحضور أكثر من عشرين زعيما عربيا وبتغيب آخرين اختتمت القمة العربية بالنجاح في إقرار إنشاء قوة عسكرية عربية تشارك فيها الدول اختياريا ودعوة رؤساء أركان الجيوش العربية للبدء في تنفيذها لحفظ أمن واستقرار المنطقة العربية مع استمرار تحفظ العراق على هذا القرار في تكليف للقمة للقمة والأمين العام بدعوة فريق رفيع المستوى تحت أشرف رؤساء أركان الحرب حاجات مسلحة محددة يعني رؤساء أركان القوات المسلحة للدول التي ترغب في الانضمام لأن هذه الموضوع المشاركة فيها اختياريا مثل المشاركة في كل حاجة أخرى يعني تأييد عملية عصفة الحزم المشكلة من تحالف دول عربية أبرز ما تمخضت عنه القمة مع دعم استمرارها لحين عودة الشرعية اليمنية المطلب الرئيسي هو السعي الجاد لإيقاف الحرب الدائرة في اليمن سواء ما كان منها على الأرض أو ما هو آتم من الجو إلى جانب دعم قرارات المجلس المركزي الفلسطيني بإعادة النظر في طبيعة العلاقات مع إسرائيل اقتصاديا وسياسيا ودعم موازنة الدولة الفلسطينية بداية من أبريل المقبل ولمدة عام كامل نحن أمام الحريق يلتهم كثير من الدول العربية شرقها وغربها شمالها وجنوبها القمة شهدت خطوات أتمنى أن تكون أن يتم تنفيذها ونرى تأثيرها ونرىها مجسدة على الأرض خلال الأشهر القادمة قضايا أخرى في تلك القمة لم تجد سبيلا لحلها فمقعد السورية لدى الجامعة العربية ما زال شاغرة وتجددت الدعوة إلى ضرورة الحوار مع قوى المعارضة السورية ومباشرة الاتصالات مع الأمين العام للأمم المتحدة لإقرار خطة تحرك مشترك لحل الأزمة السورية واستمرت المنشدات لرفع الحضر عن واردات السلاح للحكومة الشرعية الليبية لتمكينها من عودة الأمن والاستقرار على أراضيها فضلا عن تأكيد القمة المطلقة على سيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث هي بحق قمة التضامن العربي قولا وفعلا فعلى حجم المسئولية وتحديات الجسام سعى القادة العرب في قمتهم إلى وضع الخطط والحلول لمواجهة المؤامرات والمخططات التي تحاك ضد المنطقة ليبقى الاختبار الحقيقي في تنفيذ تلك القرارات على أرض الواقع وإعادة ترتيب البيت العربي من جديد من داخل قاعة المؤتمرات أحمد الصفتي الغدو العربي مدينة شرم الشيخ للمزيد حول الموضوع رحب من شرم الشيخ بالصحفي المختص في شؤون الدبلوماسية السيد سامي حجازي كما رحب في الاستوديو بالخبير في شؤون العربية الدكتور ناصر قلوون مرحبا بكم أبدأ معك سيد سامي في شرم الشيخ بقراءة سريعة برأيك كيف بالإمكان تقييم القمة العربية السادسة والعشرين إلى أي مدى حملت مخرجات غير معتادة كما يقول البعض يعني القمة السادسة والعشرين باعتبر أنها قمة عادية حملت مخرجات يعني تحمل قمة غير عادية القصص أو القضايا التي نقشتها القمة السادسة والعشرين كلها يعني يصح أن تناقش قضايا غير عادية قضايا ملحة أولا القضايا أهم قضية كما جاء في التقرير الذي أزيع قبل قليل هو الموضوع الملح الذي فرض نفسه قبل أيام على القمة العربية وهو الحملات أو الإجراءات العسكرية أو الدربة العسكرية التي قامت بها المملكة العربية السعودية وعشر دول أخرى على الحوثيين الذين انقلبوا على نظام الرئيس اليمني عبد الربو منصور هادي وتمثل تهديدا حقيقيا للاقليم برمته يعني هذا الأمر فرض نفسه بشدة هنا وكان محور أولا الاجتماع التشاوري وقد تم إفراد جلسة خاصة هنا في شرم الشيخ يوم الخميس الماضي تشاور فيها الزعماء العرب بحضور وزير الخارجي اليمني الذي حمل ونقل إلى الوزراء طلب من اليمن في التدخل العسكري الحالي والفوري في اليمن لإعادة الأمور إلى نصابها بدلا من استفحاد الأمر واستلاء الحوثيين على مناطق أقصر في اليمن نعم دكتور ناصر القمة العربية كان هناك ملفات ساخنة عديدة على الطاولة تحديات كبيرة في المنطقة إلى أي مدى بالإمكان القول أن هذه القمة كانت أشبه ربما بقمة استثنائية بالرغم من أنها قمة اعتيادية قمة منتصف الستينات بولادة رئاسة الأركان العربية ومحاولة احتواء الخطر الإسرائيلي في ذلك الوقت بقيادة مصرية ودعم سعودي الآن عادت الأمر حتى رأيتها أكثر بعدم وجود تباين مصري سعودي بالنسبة لليمن في التاريخ المعاصر كان حتى النظام في اليمن يلعب على تباين سعودي مصري لاستغلال أمور معينة استراتيجية الآن أصبح التباين هو عربي لنقل إيراني مع خلفيات إقليمية معينة وبالتالي أصبح ضاغط على مصر وعلى المملكة العربية السعودية اشتراح تسوية تهم الأمن المصري أغلاق باب المندب سيضرب عائدات قناة السويس وليس الأمر مجرد نظرية معينة وبالتالي هذا الأمر استشعرت به الدول العربية الأساسية وإن كانت أنا أقول متأخرة بحكم أن مثلا جمعية أصدقاء اليمن بزعمة المملكة العربية السعودية وبريطانيا حاولت على مدى خمس سنوات اشتراح حلول الحوار الشفافية المساعدات ب7 إلى 8 بليون دولار أنا تبعت هذا الأمر بعدة مندريات هنا في لندن المملكة لشؤون دولية حضور مسؤولين يابانيين عبد العزيز عبد الغني الذي قتل في انفجار للرئيس صالح منذ أربع أعوام في المسجد والآن محافظ تعز شوقي هايل رئيس مؤسسة هايل سعيد أنعم منذ عدة أيام أصدر أمر لأحد المقادة العسكريين لم ينفزه هو بالتالي استقال ويعطيك فكرة حتى النخبة التجارية اليمنية أصبحت التي عينها صالح لا أحد يسمع منها إلى مؤخرة منذ أسمعين أو ثلاثة مؤتمر في لندن لزميلنا الأستاذ محمد بارك بن دهري مبارك بن دهري عن مركز لبحوث حضر موت ضمن إطار اليمن الموحد وبالتالي النغمة التوحيدية ضمن اليمن التقتها صانع القرار العربي عبر الجامعة العربية ويحاول أن يؤدلجها ضمن شيء معين فاهمه الرأي من العمل العربي لكن بنفس الوقت أنا رأي برأيي أن تسارع الأحداث اضطره لاستخدام العمل العسكري مكرها كما رأيته وبالتالي إعادة استعاد المبادرة عبر مقررات أخرى بإنشاء قوة تدخل عربية بطلب ولدعم الشرعية في اليمن لكن مبني على توافق مصري سعودي بالأساس هو إجماع خليجي وعربي بالتالي سيتسمي في شرم الشيخ إلى أي مدى عكست هذه القمة إرادة ورغبة في الخروج بمخرجات لتطبيقها على الأرض لا أقوال كما جرت العادة في بعض الأحيان أولا المواطن العربي سائم من مخرجات القمم السابقة كانت كل القمم السابقة يعني تضم العديد من الجدول الأعمال الجدول الأعمال هي ضم أكثر من ستين نقطة وبالتالي أو ستين قضية وكان من الصعب جدا تناول كل هذه القضايا في يومين أو ثلاثة وهي مدة إنعقاد القمة هذه القمة خرجت بثلاثة عشر بندا تم تناولها كلها ومخرجاتها أولا أرضت أو لاقت قبولا واسعا من الشارع العربية وهذا يعني المعروف أن في القمة السابقة أن العرب اتفقوا على أن لا يتفقوا ولكن الجديد في هذه القمة أنهم اتفقوا على أن يتفقوا وهذا هو الجديد في هذا الأمر أن الاتفاق أولا لم تكن هناك محاور لم يكن هناك محور مصري ضد محور آخر أو محور سعودي ضد محور آخر الكل هنا استشعر الخطر وبالتالي الكل كان هنا على قلب رجل واحد في مواجهة خطر داهم يحيط بالمنطقة كل اللافت للنظر هنا أن كل القضايا التي خرجت بالإجماع إلا قضية القوى العربية المشتركة كان هناك بعض التحفظات ولكن التحفظات لم تكن تصب في لب الموضوع ولكن لكي يخرج الموضوع مكتملا دون انتقاص نعم دكتور ناصر قلت أن الصراع العرب الإيراني بات واضحا في المنطقة البعض طلب القمة بالخروج برسائل قوية لطهران برأيك هل تحقق ذلك؟ نعم هناك رسالة قوية ولا أنا أستشف أنها لمجابعة طهران لآخر الخط هي لإعادة إيران إلى خط الاعتدال والحوار الذي كان موجود بين الملك عبد الله رحمه الله والرئيس خاتمي ثم محاولات مع الرئيس أحمد نجاد والرئيس رفسنجاني السابق وبالتالي أنا أرى أن المبادرة العربية هي إعادة دفع إيران إلى الواقعية السياسية وإحلال السلام في المنطقة التي تكسب منه إيران التجارة أسعار النفط الآن تضر بإيران وتضر بدول الخليج وتضر بمصر وغيرها وبالتالي إعادة رسم خط أحمر لأقول وليس هو هجومي دفاعي للقول أن العرب لهم خطوط حمراء وليست الأمور فالتة لأي عامل خارجي كي يلعب وبالتالي إعادة صياغة علاقة مع إيران حوار اقتصادي وسياسي والدليل أن الشراكة في مشاريع غاز بين قطر وإيران وهذا أمر مفيد للطرفين ولا أنا أرى أن الصراع سيكون لآخر الخط لحمل إيران للحوار مرة أخرى ما رأيك سيد سامي هل حملت هذه القمة الرسائل الضرورية لطهران لوضع الخطوط الحمراء كما يقول الدكتور ناصر يعني هي الخطوط وقعية العودة بتهران إلى الخط الاعتدال ولا أن لا تقف على خط العداء مع الدولة العربية يعني هناك القضية التي تم مناقشتها هنا في البيان الختامي وهو احتلال إيران لجذر الإماراتية الثلاث هذا أيضا بند مكرر في القمم السابقة ولكن إيران لا تستجيب أولا أن هو الإشارة إليه في كل قمة هو إشارة ثابتة ومطالبة ثابتة عربية بأن إيران أن تحترس من الرد الفعل العربي عليها أن تعمل حسابا كبيرا لرد الفعل العربي من ممارستها أولا عدم القيام بالتدخلات في أي منطقة مثلا هناك ملامح وأشارات أن إيران لها يعني باع كبير في ما يجري في المشهد اليمني الدعم الحوثيين وهناك أيضا قيامها باحتلال صريح للجذر الإماراتية الثلاث كل ذلك يدفع العرب أو يدفع إيران إلى الواقعية السياسية كما قال ضيفك العديد الأمر الهام الرسالة التي يجب أن تعيها إيران أن العرب لن يقف مكتوفين أمام كافة الممارسات التي تمت وتتم على الأرض سواء في اللبنان سواء في العراق سواء في اليمن